هذا وشارك الرئيس عبدالفتاح السيسي في نيو دلهي في اجتماع موسع لرؤساء كبرى الشركات الهندية ورجال الأعمال الهنود وذلك بمشاركة مسؤولين هنود على رأسهم وزير التجارة والصناعة أشاد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال هذا اللقاء بالتطورات الإيجابية التي شهدتها العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين خلال الفترة الماضية موضحا ما توفره المشروعات العملاقة الجارية تنفيذها في مصر من فرص استثمارية متنوعة في مقدمتها محور تنمية منطقة قناة السويس الذي يتضمن عددا من المناطق الصناعية واللوجستية الكبرى وأوضح الرئيس السيسي أن الصمودة والصلابة التي أظهرها الاقتصاد المصري مؤخرا في القطاعات التنموية المختلفة تعكس الإرادة القوية لدى الدولة على تحقيق التنمية المستدامة مشيرا إلى أن علاقات الصداقة المتميزة بين البلدين هي المظلة الحقيقية لدعم جهود تطوير التعاون المشترك وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد حوارا مفتوحا مع كبار رجال الأعمال الهنود الذين أكدوا ترحيبهم بتكثيف التعاون مع مصر لتحقيق المصالح المشتركة للجانبين مع استعراض خططهم للاستثمار في مصر والتجديد في هذا الصدد على أهمية تعزيز التواصل بين ممثلي القطاع الخاص في البلدين لتشجيع الشركات الهندية الرائدة على تعزيز استثماراتها واستكشاف فرص جديدة للاستثمار وأشهد رجال الأعمال الهنود بالإجراءات المصرية المتخدة لتسهيل عمل الشركات الهندية في مصر